ياخو عبارة يستعملها سكان الجزائر العاصمة في آخر كل جملة وخاصة في الأحياء الشعبية القديمة فما أصلها وما معناها؟ تابعوا القصة لا تكاد تخل أي جملة يقولها شخص من العاصمة الجزائرية من عبارة ياخو وتعد الكلمة علامة مميزة لسكان العاصمة ولها لكنة خاصة يصعب تقليدها ويمكن تمييز الشخص الذي يستعملها مباشرة بأنه من العاصمة وتعني ياخو بالعربية الفصحى يا أخي ويختلف في أصلها حيث يعتقد الكثير أن أصلها شامي إذ تستعمل في لبنان وفلسطين وسوريا بنفس المعنى واللفظ في حين يرى آخرون أن أصلها جزائري جاءت اختصارا لأخي وتستعمل كثيرا تعبيرا عن تقديس الأخوة وإعلاء شأنها أخبرونا في التعليقات ماذا تعرفون عن عبارة ياخو؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر